أكدت وزارة التموين إقبال المواطنين على معارض أهل رمضان في كافة محافظات الجمهورية ويعمل المعرض على توفير جميع السلع الغذائية واليميش بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30% تلبية لاحتياجات المواطنين وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض وشوادر أهل رمضان في محافظات الجمهورية لتوفير جميع السلع الغذائية واليميش بتخفيضات تصل إلى 30% وزارة التموين والتجارة الداخلية عندها مجموعة من الاستعدادات الخاصة باستقبال هذا الشهر المعظم أولا المعارض الرئيسية في المحافظات بالأمس 15 مارس تم افتتاح 200 معرض أو شادر في 27 محافظة والمعرض الرئيسي إن شاء الله يبقى في 24 مارس الشركة العامة لديها مخزون استراتيجي يكفي لمدة 3 شهور مخزن الرئيسية بتمد سلاسل التجزئة الموجودة اللي احنا موجودين فيها بكل كميات السلع اللي تلبي جميع تجارة المواطنين وتحدث التوازن السعري في السيوم المعارض والمنافذ تقدم عروضا لكرتونة رمضان بفئات مختلفة إضافة إلى تقفضات كبيرة على اللحوم المستوردة التازجة والمجمدة الأسعار كلها متوفرة صراحة كل أمميع المنتجات متوفرة وبتقل عن مسئلاتها في الأسواق بفرق شاسع من 25 إلى 30% كل الأصناف متوفرة ما فيش حاجة نقصة من قوت الزيت موجود في المعرض بالنسبة للأسعار فيه فرق بير ومتدن ما بين 20 و30% مش أول 20 و30% لأنا أرجع للزيت مثلا الزيت الزيت بره ب39 جنيه هنا ب29 جنيه المعارض تشهد مشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار وعروض مميزة ومشاركة السلاسل التجارية القبرى ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 1300 مجمع استهلاكي و100 قافلة متحركة لطرح السلع الغذائية وخاصة منتجات رمضان بأسعار مميزة